قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس لما لابد أن تكون لك هدف لأن أصلاً الكون لم يخلق عبثاً أم حسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ما يمكنش الإنس لم يخلق سداً عبثاً هملاً لا حاشا ولله فالله عز وجل حدد له غاية فقال وما خلقت الجن والإنس أداة حصر تفيد الحصر والقصر وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ما الجواب؟ إلا ليعبدون فحدد لهم الغاية المراد من خلقهم ولكن هذا المراد كي يتحقق لابد لنا من اختبار من امتحان فبين لنا الله عز وجل الحكمة من الخلق الذي خلق الموت والحياة ما الحكمة؟ ما العلا ربنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا الحكمة من الخلق لابتلاء لما لأن هناك دار جزاء سنوفى فيها الجزاء صلى الله أن نكون من أهل الجنان فسنجد أن كل حركة في الكون هي لها غاية لها مقصد من لدن الخالق المدبر سبحانه حتى إذا استحضرنا قضية التدبير ونحن نتأمل في اسم الله عز وجل المشتق من هذا المعنى المدبر التدبير هو التوفيق بين بدايات الأمور ونهاياتها ففيه هذا البعد بعد التسديد بعد التهديف كيف أن أضع أهداف في الحياة اليوم السؤال قد يطرح كيف أضع أهدافاً وأنا عندي محدد وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت كيف؟ كيف ممكن أن أجيب على هذا التحدي الآن اليوم أنت في طريق سيرك إلى الله تصل بقلبك القلب هو المحرك أنك تنوي أمر ولهذا باب النية في الحلقات التي ذكرنا قوة النية هي هذه أنك تركز على عمل محدد معين بإذن الله تعالى فتستحضر هذه المعاني قضية الهدف قضية الهدف مهمة جداً لما؟ لأنها تدفع عندك الدافعية والحركة مهارة تهديف لابد أن يستعمل أدوات التهديف فسنجد اليوم الغربيين تكلموا على كثير من الأبواب ولكن عندي واحد الملحظ لطيف جداً وهو في قضية أن التخطيط للحياة ووضع الأهداف ما هو؟ هو تصميم المستقبل لهو في الأمام تصميم المستقبل المشرق في الذهن مع وضع خطوات عملية لتحقيقه فمهماً أنني نستوع بهذا المعنى تكون عندي واحد الرؤية في الحياة عندي واحد المهمة أريد الوصول إليها وهدف أريد الوصول إليه كي أضمن الدافعية والحفز والمحركات السلوك فمهارة التهديف عملياً كي نخرج بخطوات عملية كما عودناكم لابد أنني أستعين بعد عون الله بأدوات مثلاً الأدات المشهورة جداً سمارت كيف أن هذا الهدف لابد أن يكون محدداً إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل اللي اسألها سيدنا موسى ماذا تريد؟ قالت أريد أن أكون بجوارك في الجنة هذا البعد النبي عليه الصلاة والمي يسأل الصحب أريد أن أكون رفيقك في الجنة قال له أعني على نفسك بكثرة السجود فهذا البعد أن الإنسان يكون عنده وحد رؤية استراتيجية أهداف تخطيط لحياته فمهم جداً فمن بين الأدوات سمارت كي الأوتكم كي البوزي بوزرز واحد مجموعة إذا المصطلحات درت فيها بحث فأسجد أنها تعطيني خطوات عملية أشهرها سمارت لي أن يكون محدداً مؤطراً زمنياً قابلاً للقياس مجموعة من الشروط كي أضع هدفاً بمشيئة الله أصل فيه إلى هدف يحقق الغاية انتبه الهدف خصي يكون يعينك أن تصل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس